اشهد سيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالمبادرات النوعية وغير المسبوقة التي أطلقها جلالة الملك المعظم لتعزيز الحوار بين الأديان وفي الكلمة التي ألقاها أمام أعمال المؤتمر البرلماني الدولي في مدينة مراكش المغربي ثمن العسومي الجهود التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين بقيادة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتعزيز الحوار بين الأديان مشددا على أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لقضية الحوار بين الأديان ويعتبرها المدخل الأساسي لتحقيق التقارب والتفاهم وتعزيز العلاقات بين الشعوب المختلفة أشير أيضا إلى أعلان مملكة البحرين للتسامح الديني الذي أطلق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم كوثيقة عالمية تلتزم بتعزيز الحرية الدينية للجميع والتي تعكس الرؤية الملكية المستنيرة التي يتبناها جلالة الملك تجاه هذه القضية فضلا عن تجشين جلالته مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي وأشيد أيضا في هذا السياق بالجهود التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمون الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل أهد رئيس مجلس الوزراء لكي يصبح هذا المركز منارة عربية وإقليمية ودولية شكرا